خمال يعني إحنا ممكن نفهم غفران الله وشو عمل من أجلنا مع أنه نحتاج الأبدية فعلا ندركها بحق بس نعرف أنه الله بيغفر بس أنه الإنسان اللي اختبر الله كيف ممكن يمنح ويغفر للشخص الآخر والكلام طبعا يمكن سهل بس الحقيقة هي الأصعب كلامك صحيح يا خنزار وواقعي وعملي جدا لأنه احنا مليانين بالمشاعر والعواطف تحضرني حاجة أندرو ابني كبير لما جينا كندا كان التحدي اللي قدامه هو جو الشتاء القارس فدايما يقول لي يا بابا الجو ده وحش فقلت له يا أندرو حبيبي ما فيش حاجة اسمها جو وحش في حاجة اسمها لبس وحش أنت الجو إذا هو بارد البس بما يتناسب مع هذا الجو لو حر البس بما يتناسب مع هذه الحرارة يبقى إذن مش ما ألومش الجو لكن ألوم أنا تصرف ليه أنا بقول القصة دي يا خنزار علشان في كلوسي ثلاثة خليني أجرأ كلوسي ثلاثة من اتناشر إلى سبعتاشر هتكلم عن اللبس فلبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين نلبس إيه أحشاء رأفات لطف تواضع وداعة طول أنات محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا وعلى جميع هذه نلبس بقى البلط وفوق ده كله ألبسوا المحبة التي هي رباط الكمال البلط والجاكيت والجاكيت وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين ما فيش حاجة اسمها مش جادر أغفر له أنت مش جادر عشان أنت مش لابس أحشاء رأفات مش لابسوا اللطف مش لابسوا التواضع مش لابسوا المحبة اللي تخليك تغفر اللي تخليك تعطي له عذر لماذا اضطهدك أو لماذا أساء إليك فهيض النقطة ما فيش حاجة اسمها جو ووحش في حاجة اسمها لبس وحش أنا كل ما كن لي شركة كمؤمن مع الرب كل ما ألبس وألبس سلاح الله الكامل كله ده لبس هو ده اللي يتناسب مع الجو المحيط بي الرب يسوع على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون مهم جدا أن نؤدي عذر لمن يسيء إليه يمكن غزبا عزبا يمكن فهمني غلط ومسامحة من القلب بالزبط يعني عش كده ناس كتابة يقولون أنا مش عارف المسيحيين دون معجونين بإيه احنا بشر كلها في الموجين احنا معجونين بالخطية ولكن نعمة الله المخلصة هي اللي غيرت هي دي النقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر